لننظر في قوله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ماذا تعني العبارة ومن دخله كان آمنا ما نره أن هذه العبارة ومن دخله كان آمنا هي جملة شرطية هذه العبارة ومن دخله كان آمنا هي جملة شرطية مكونة من شرط هو ومن دخله ومن جواب لهذا الشرط هو كان آمنا إذن من يدخل بيت الله تعالى يكون آمنا كيف إذن نوثق بين ذلك وبين ما نراه من حوادث وقعت في بيت الله تعالى ومات في هذه الحوادث بعض الموجودين في بيت الله تعالى يعني في الأخير ما معنى قوله تعالى ومن دخله كان آمنا ما نراه أن كلمة بين قوسين آمنا هذه الكلمة بين قوسين آمنا هي صيغة اسم فاعل من الثلاث أمنا آمنا هذه الكلمة بين قوسين آمنا هي صيغة اسم فاعل من الثلاث أمنا الذي مضارعه يأمن واسم الفاعل منه آمن وهذا الثلاث أمنا يعني وقوع الأمن في قلب الآمن يعني وقوع الأمن في قلب الآمن كقيمة نفسية وكطمأنينة تنزل في قلب الآمن انظروا في قوله سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون أيضاً انظروا في قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور لاحظوا أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير دلالات الثلاث أمنة تعني طمأنينة مكانها في القلب الآن نقول دلالات الفعل الرباعي المتعدي بالتضعيف أمنة أمنة هي ما يتعلق بها التأمين دلالات الفعل الرباعي المتعدي بالتضعيف أمنة هي ما يتعلق بها التأمين نقول أمن يؤمن تأمينا واسم الفاعل هو مؤمن واسم المفعول هو مؤمن ومن راه أن الله تعالى لم يقل ومن دخله كان مؤمنا الله تعالى لم يقل ومن دخله كان مؤمنا لكي يقول بعضهم كيف نرى حوادث تحدث في بيت الله تعالى الله تعالى لم يقل ومن دخله كان مؤمنا الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا يعني ومن دخله كان قلبه مطمئنا كما رأينا من دلالات الثلاث أمنا ما يجب أن نعلم أن كلمة بين قوسين آمنا لاحظوا ومن دخله كان آمنا هي اسم فاعل من الثلاث أمنا وما يتوهمه الكثيرون في تفاعلهم مع دلالات قوله تعالى ومن دخله كان آمنا ما يتوهمونه أن كلمة بين قوسين آمنا هي بمعنى اسم مفعول من الرباع المتعدي بالتضعيف أمنا هكذا يتوهمون والفارق كبير جدا بين دلالات هتين الكلمتين من هنا نرى أن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا يعني ومن دخله كان مطمئنا تملأ السكينة قلبه من هنا نرى كيف أن إدراك قواعد لسان كتاب الله تعالى هي أمر لا بد منه لإدراك الدلالات التي تحملها نصوص كتاب الله تعالى ترجمة نانسي قنقر